تحت شعار رؤيتنا لتحرير فلسطين عقد السبت في مدينة اسطنبول مؤتمر فلسطين الدولي الثالث بمشاركة نخبة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين والعرب والأجانب حيث ناقش المؤتمر الذي نظمه مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية في جامعة صباح الدين زعيم ناقش وجهات نظر مختلفة حول كيفية دعم قضية فلسطين وينعقد المؤتمر في ظل تحديات جديدة تواجه القضية الفلسطينية ومتغيرات فرضتها الاضطرابات والتغيرات الإقليمية والدولية ينعقد المؤتمر في ظروف معقدة جدا وربما تظهر للبعض بأنها غير مهيئة للحديث في موضوع اسمه التحرير لكن أنا أنظر لهذه الزاوية نظرة إيجابية لأن إشاعة مصطلحات التحرير والاستقلال والحرية في ظل هذه الظروف نحن نشكل أجواء مناسبة ومهيئة لمرحلة التحرير بعد ذلك فيأتي مؤتمرنا هذا اللي هو مؤتمر رؤيتنا للتحرير كلبنا أساسية في صياغة أو محاولة صياغة رؤية لعملية التحرير في المرحلة القادمة مشاركون في المؤتمر أكدوا أن القضية الفلسطينية ما تزال حاضرة رغم الإقصاء والإهمال وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بإيجاد حل عادل وشامل لها حل يعيد للفلسطينيين حقهم التاريخي ويسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم المحتلة القضية الفلسطينية لا تزال القضية الحارقة المشتعلة الملتهبة بالرغم من كل محاولات تجنيبها وإقصائها أو وضعها على الرف كما نقول ولكن في نفس الوقت أيضا لتنبيه العالم إلى أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تستقر المنطقة ما دامت القضية الفلسطينية لا تجد حلها العادل والسليم والصحيح وفي مقدمة ذلك إحقاق حق العودة لكل الفلسطينيين اللاجئين والمهجرين كما ركز المؤتمر على معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته وعلى حقه في الدفاع عن أرضه ضد انتهاكات وممارسات الاحتلال العنصرية ما دام هناك على الأرض شعب صامد ما دام في إرادة قوية ما دام في فكرة وعقيدة وإيديولوجية ومقاومة بكافة أشكالها إن شاء الله الطريق لفلسطين والطريق للقدس والطريق لقرية بدراس هي أقرب وصلت المؤتمر الضوء على القضية الفلسطينية من أجل إبقائها في الواجهة ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم والاستفادة من مساحات الحرية التي توفرها الدول التي يقيم فيها الفلسطينيون كتركيا وغيرها لتنظيم مثل هذه المؤتمرات ترجمة نانسي قنقر